أهلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين وبخير مبسوطين رجع لكم بمقطع جديد ومقطع زلهاب طبعا في مقطع اليوم رح نجرب مهمات القصة الجديدة للمارو فرانكلين واللي تم إضافتها للأونلاين حديثا بكل بساطة للي ما هو فاهم DLC مصغر لطور القصة لكنه في GTA Online وهو عبارة عن ثلاثة مهمات كل مهمة تقول أنا الأفضل طبعا في حلقة اليوم رح نلعب المهمة الأولى لو عجبكم الوضع إن شاء الله رح ننزل المهمة الثانية والثالثة لذلك رأيكم مهم في خانة التعليقات طبعا أول مهمة DJ Poo دكتور دري يدعون فرانكلين وشخصيات الأونلاين لزيارة الستيديو الخاص بدكتور دري تكريما لجهودهم في مساعدتهم ومن هذا الكلام لكن لمار حشر نفسه في الموضوع وقاعد تسلتح وجاء طبعا DJ Poo أول شي قالوا لنا كان لكن أول ما خش فرانكلين ولمار الستيديو بدأ الجنان حقهم ولمار قال تذكرون إيش أول شي قالوا دي جاي بو إنهم لا يلمسون أي شي فرانكلين سحب على أهل أهل النصيحة ومباشرة لمار مسك في الخط وراح يبغي يغني زي ما تشوفون لذلك فرانكلين المعلم قرر إنه يحط له بيت عشان يغني لكنه جاب بالعيد النهائي بعدها دي جاي بو رحمنا وحط لنا بيتا وأغنية وعاد هنا طلعت مواهب لمار الحقيقية والمخفية اشتركوا في القناة دي جاهد اشتركوا في القناة 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 وعاد هنا لازم تفرد عضلاتك ويبدأ القتال بينكم وبين الفاكوز وصراحة يا اخوان الفايت كان رهيب جدا لكن في نفس الوقت يا ولد دمجهم عالي جدا ويطلقون عليك انك داخل بيتهم ولا حاجة وابغاكم بالله يعني تلاحظون الايم وتقيموا لي اياه كيف فنان ولا من جنب القدا طبعا لما تخلصهم كلهم افراكلين يسأل لامار انه ليش الفاكوز بهذه الاعداد يهجمون عليك انت اللي بيزنزك صغير لامار مباشرة الرد وقال انهم هم يبيعون بشكل قانوني بينما انا ابيع بشكل غير قانوني ومنتجي اقوى وارباحي اقوى بالمختصر كسرت سوقهم لذلك قرروا انهم ينهونوا من الماركت كليا لكن لامار الاسطورة ما يسقط نهائيا عموما اللقطة التالية ظهرت فيها شخصية او نقدر نقول يعني حيوان الكثير ما يتوقعوا لذلك وقفوا المقطع وتوقعوا مين هي اتوقع قربتلكم كثير مرة فوقف المقطع واكتبو لنا ياب يا اخوان الكلب تشاب عظ اهل اهل الفاغوز المسكين ثم بعد ذلك عليك انك تخش لداخل المصنع لتجد انه بداخله ايضا متحصنين المزيد من الفاغوز لمار كان يؤمل انه البضاعة تكون لازالت موجودة لكن للاسف لم تكن كذلك اول ما طلعنا اكتشفنا انهم عبوا البضاعة في الشاحنة وهاربين بها كليا لمار جاب فكرة متخلفة اننا نجري ونركب في خلف الشاحنة وفعلا قاموا بذلك وقدروا انهم يخشون للداخل زي ما تشوفون ودار حوار ونقاش حاد جدا بين فرانكلين ولمار وفرانكلين كان غير راضي بهذه القطط المتهورة بحكم انه صار رجل عائلة وعنده ولد فلازم ان يكون اكثر يعني دقة ويكون يحط خطط قبل ما يمشي يعني يا اخي اثنينهم غبياء قاعدين يتناقشون ويتصايحون باعلى صوت عندهم لدرجة انه الفاقو اسمعهم واتصل على اصحابه واصحابه مباشرة داهم الشاحنة وعاد هنا صار شي صراحة يضحك وفي نفس الوقت اسطوري اقسم بالله يا اخوان مهمة اسطورية من جميع النواحي اكشن ذكريات كوميديا اسقاطات فايت قتال كل شي موجود فيها طبعا الفايت هنا صراحة كان رهيب وممتع خصوصا انك انت بالشاحنة قاعد تهرب وهم يلاحقونك وانت قاعد تجلدهم الوضع كان جدا اسطوري وهذا الجزئية افضل جزئية عجبتني من المهمة امهم الوضع رح يستمر زي كذا الين مسائق يوصلك الى قلب مقر الفاقوز وعاد الفايت هنا صراحة نعم كان رهيب لكنه كان شوية صعب لانهم كثيرين ويدمجون بشكل عالي لانه اسلحتهم اقوى هنا سابقا كمعاهم فرود ودرخات لكن الان معاهم اي كاي ورششة لكن كالعادة الاهم الناري ما يخطئ واللاعب اللي معايا صراحة ما قصر وشال عدد كبير منهم وساعدني في عدة مرات كنت فيها على شفاء الموت طبعا بعد ما تخلصهم كلهم عليك انك تقتل سائق الشاحنة عشان تاخذ المفتاح وسائق الشاحنة هرب لي اعلى المبنى هذا طبعا الفكرة اننا ناخذ المفتاح ثم ناخذ السيارة وناخذ بضاعة لمار وفعلا مباشرة توجهت لأعلى المبنى وهنا جاءتني فكرة غبية كانت رح توديني في 60 داهية قررت اني اروح وانزل في السائق ابكاس انزل في ابكاس انزل في ابكاس البوكسة الاول جلة الثاني جلة الثالث جلة الرابع جلة الخامس جلة السادس جلة والسابع جلة جيت بعطي الثامن صيقع اهلي بالرشاش وفرمت عقلي وحرفيا باقيلوا شوية ويذبحني على طول خويت دارك الوضع وطلقوا مباشرة ايضا انا طلعت سلاحي وفرمتنا شكل شكله وقتلنا واخذنا المفتاح مباشرة ولما جينا بناخذ الشاحنة وناخذ البضاعة صارت المفاجأة النهائية حسنا اجنب المشأة الم تبدو او تبدو اشبا نه الا اجنب المفاجد حسنا و لديه لديك مرمز لك لن تقلقه لك لديك حاجة لك لن تتوقف لك حاجة لك لن تحضر وينحوا لن تلك هكذا بك! بك! ممتع لك هذا بدأ رمز لك أدفعنا من القليل هذا مباشرة يب للأسف الشاحنة انفجرت وكل بضاعة لمار طارت في الهوى وهنا كانت نهاية المهمة الأولى من قصة لمار وفرانكلين الجديدة وترى المهمة الثانية والثالثة استكمالا للقصة نفسها لو شوف دعم كبير وعجبكم الوضع جدا 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 رح ننزل الأجزاء الثانية والثالثة بأسرع وقت ممكن لذلك لا تحرمونا من اللايك لو عجبكم الفيديو يا أساطير وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطعنا اليوم وفيه شفنا المهمة الأولى من مهمات لمار وفرانكلين الجديدة في جي تي اي أونلاين شاركونا أراكم في خانة التعليقات هل أعجبتكم المهمة ولا شفتوا فيها شيء ماله داعي اكتبوني في خانة التعليقات طب كي وصلنا معكم نهاية المقطع تحرمونا من اللايك وسبسكرايب وتعليقاتكم من الحلوة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر